غاب العراق عن كأس العالم ولكنه حضر على منصة التتويج بعد ارتداء النجم الارجنتيني لونيل ميسي البشت العربي ذات القماش النجفية فالبشت الذي رأيتموه على اكتاف ميسي لحظة التتويج التاريخية ما هو الا قماش نجفي خالص مطرز بالفضة ومطلي بالذهب في احدى ورشات الخياطة القطرية في سوق واقفه ليعطي هذا القماش دلالة على انه الرقم واحد في صناعة البشوت العربية في جميع البلدان بالنسبة للعباء اللي طهوا لللاعب هدية مع الكأس العالم زين كانت غزل نجفي زين طبعا اما ياخذون منها من نجف كل دول العربية تاخذه من نجف زين الخياط مالته كان ياباني لانه انا حسب ما اسمعت صاحب المحل قال هذه عباء نجفية خياط ياباني زين هي عباء زينة ودرجة أولا بس أفضل أكو أسعد شربة أحد أقدم الخياطين في مدينة النجف يتكلم عن تاريخ العباءة النجفية ودلالتها المعنوية فضلا عن طريقة صناعتها وحياكتها اليدوية التي امتازت بها النجف عن بقية دول الخليج والعالم مشيرا إلى أن حياكتها باليد هي أبرز أسباب بيعها بأسعار باهظة بالنسبة للعباء النجفية تمتاز العباء النجفية بنعومتها بعملها عباء عملها صعب شوية هي لأنها شغلة يدوية حرفية قديمة من قديم الزمان يعني صار لها في المئات السنين أكثر من مئتين سنة صار لها نحن نشتغل بها بالنجف نحن استورتناها من أبو جد ووصلت لنا كل ما صير العباء أنعم زين ويصير خياطها أحلى صير سعرها أغلى فما إلى سعر محدد العباء النجفية أسعار أني إذا قلت لك يعني ألفين و ألفين ونص و ألف و خمسمية فأشكال زين يعني عدنا إحنا حتى عبب خمسمائة دولار نجفية وقعدنا هسا لحد أنا عندي وحدة هسا بألفين و خمسمائة دولار عباء نجفية خياطة فرنسي باب أول فاخر زين تقول لي هاي أفضل عباء أقول لك لا أكوي يجي أفضل لمسة النجفية كانت حاضرة في أهم حدث كروين في العالم لمسة أضفت الجمال على من ارتداها لتكون رمزا خالدا من رموز كأس العالم كما أصبح البشت النجفي حديث الإعلام العالمي لعدة أيام من النجف طهر العساف قناة الفلوجة